السلام عليكم ورحمة الله اهلا بحضراتكم معايا بقناتي اكلنا بالمصري معكم هويدا محمود وان شاء الله النهاردة هعمل الرز بالخلطة اللي ما بتخلاش منه اي عزومة بالرغم من ان طريقة الرز سهلة اوي في التحضير لكن الطريقة بتختلف من شخص ليل تاني وكمان المكونات النهاردة هنشوف طريقة بسيطة جدا وهنعرف ازاي نتحكم في اللون وفي الطعم علشان يطلع رز بالخلطة بنتيجة مضمونة جدا زي اللي احنا بنكله مرة بالزبط يلا بينا نشوف الطريقة والمقدير ونقول بسم الله والكمية اللي انا هستخدمها النهاردة نص كيلو رز بسمتي طبعا نقدر ان احنا نستخدم الرز المصري العادي لو حبينا وبرضو بيدي نتيجة ممتازة يعني انا شخصيا بفضل الرز المصري باستمرار لكن النهاردة انا هعمل مع حضراتكم الرز البسمتي علشان نشوف مقدار المياه ولان الناس كتير قوي بتطلبه اول حاجة يفضل ان احنا نجيب الرز اللي حبي طروفة يعق وطويلة وعلشان نعرف مقدار المياه المزبوط لازم نعاير الرز في البداية يعني النص كيلو عمل كبايتين ونص من حجم الكباية اللي حضراتكم شفتوها دي كل كباية رز هتاخد كبايتين من المياه او من الشربة علشان يستوي لكن انا في البداية هعمل خطوة تانية هننقع الى رز في مياه سخنة لمدة ربع ساعة وفي الحالة دي مقدار المياه هيختلف كل كباية رز هتاخد كباية ونص من المياه او من الشربة علشان يستوي بكده عرفنا مقدار المياه او الشربة نبتدي دلوقتي نحضر الطريقة وفي الحالة بحط معلقتين من السمن البلدي او اي نوع سمن احنا بنفضله وهحط حوالي ربع كباية صغيرة من الزيت وبالشكل ده انا ابتديت بالمادة الدهنية بعد كده هضف لها السكر اللي هم اربع معالق وهكرمل السكر مع الزيت والسمن طبعا دي طريقة مختلفة عن الطريقة الشهيرة اللي احنا بنكرمل فيها السكر لوحده او بنحط له معلقتين مياه علشان يتكرمل بسرعة كل الطرق دي بتدينا نتيجة ممتازة ودي طريقة منهم ان شاء الله في مرات تانية هنشوف كزا طريقة للرز بالخلطة علشان برضو يطلع بنتيجة مصبوطة انا استعملت اربع معالق سكر وهبتدي اسيب السكر على النار نار هادية لحد ما ياخد لون عسالي فاتح علما السكر ياخد اللون هنشوف مع بعض المكسرات اللي هنضفها للرز وطبعا الكمية والنوع حسب الرغبة وحسب المتاح انا هستخدم حوالي نص كباية صغيرة من الزبيب وكمية بسيطة من اللوز وزيها من البندق وعلشان الزبيب يطرع واللوز يتأشر بغطيهم بمية مغلية بسيبهم لمدة خمس دقايق هنلاحظ ان الزبيب يطري خالص واللوز سهل ان احنا نشيل القشرة من علي لكن البندق هستعمله زي ما هو ونقدر ان احنا نجيب البندق المؤشر الجاهز هيكون افضل بكتير لو بتفضلوه مؤشر نرجع للسكر هنلاحظ ان السكر اخد لون بسيط هسيبه على النار برضو لحد ما ياخد لون عسلي لكن ما نحاولش ان احنا نغمه قوي هنسيب السكر شوية بشوية لحد ما يوصل لللون ده اخد لون عسلي زي ما حضراتكم شايفين وده اللون اللي انا محتاجه بالزبط لكن في حاجة هنا مهمة جدا احنا المفروض دلوقتي اعرفنا مقدار المية اللي هنضيفه للرز فوحنا بننزل المية او الشربة هستعمل كباية واحدة وضروري ان انا استعمل الغضع وانا ببضيف المية او الشربة علشان طبعا فيه مادة دهنية والاقدر الله ممكن تطرتش علينا واحنا بننزل المية بعد كده بنزل باقي كمية المية بعد ما بشير الغطة خلاص هو اهم حاجة الكباية الاولى ضروري ان انا اغطي الحلة يعني بميل كده لحد ما حط كباية المية الاولى كده انا حطيت الكمية كلها وزي ما حضراتكم شايفين السكر عامل لون قوي جدا مع المية الكمية بتاعت السكر دي كمية مظبوطة قوي في الطعم نقدر نتحكم فيها زي ما قلت لحضراتكم بان احنا نستعمل معلقتين سكر بس للنص كيلو رز بسمتي لكن انا بفضل ان طعم السكر يكون ظاهر بالنسبة بسيطة لو استعملنا معلقتين بس طعم السكر مش هيبان خالص احيانا طبعا مع السكر بنستعمل عسل اسود وان شاء الله قريب هنشوف الطريقة دي هضيف معلقة من الملح وبعد كده هضيف الكمية بتاعت القرفة برضو كمية القرفة هنا نقدر ان احنا نتحكم فيها غالبا الرز بنستعمله القرفة العود اللي هي الخشب ودي ما بتعملش لون قوي قوي لكن بتدي طعم بسيط انا بحب الرز بالخلطة طعم القرفة يكون عالي وفي نفس الوقت يعمل لون قوي اكتر فالقرفة يا جماع البودر او المطحونة بتدي لون زي السكر بالزبط وكمية القرفة زي ما حضرتكم شفته عالية شوية يعني هتدي لون قوي قوي وكمان الطعم هيكون ظاهر جدا طبعا زي ما قلت من البداية نقدر نتحكم في الطعم واللون حسب رغبتنا يعني الرز احنا بنعمله في البيت فنقدر نخلي لونه فاتح او لونه غامق حسب ما احنا بنفضل ناكله ازاي بكمية السكر اللي هنحطها وكمان كمية القرفة اللي هنستعملها الكميات دي ملهاش قاعدة سبتة دي حسب الرغبة بعد ما ضفت الرز وقلبته وسبته على النار العالية لحد ما اتشرب الشكل ده ما نحاولش بعد ما يتشرب ان احنا نقلبه جامد علشان حباية السكر ما تتكسرش وهسيبه على نار هادية لحد ما يكمل السوى بتاعه اه نروح بقى نعمل المكسرات نسويها او نحمصها في معلقتين من السمن البلدي اه ممكن برضو ان احنا نستعمل زيت ما فيش مشكلة خالص اه نزلت البندق واللوز المؤشر طبعا هو تقشر بكل سهولة من كمية المية السخنة اللي انا نقعته فيها اه مجرد بس ما شلت القشرة من عليا بتتشرب بسهولة بالطريقة دي اه الزبيب كمان بقى طري جدا اه هبتدي دلوقتي ان انا احمصهم تحميصة خفيفة في السمن على نار متوسطة اه لحد ما اللوز ياخد لون دهبي بسيط زي محاضراتكم شايفين كمان الزبيب هنلاحز انه بدأ ينتفخ كده وحجمه يزيد بكده المكسرات بتكون جاهزة بشيلها من على النار وكمان الرز استوى وزي ما حضراتكم شايفين كده بفلفل وواقد لون مزبوط جدا اه انا بفضل طعم السكر زي ما قلت لحضراتكم يكون ظاهر بنسبة بسيطة لكن ما نقلقش ان الرز ما بيكونش مسكر قوي هو بيكون فيه نسبة بسيطة كده من الطعم بتاع السكر اه كمان الارفة المقدرة لنا استخدمته اه ظاهر قوي ومخلي الرز ليه طعم جميل وشكله كمان يفتح النفس بعد موزعته على وشه المكسرات والمكسرات برضو حسب ما احنا بنفضل يعني نقدر ان احنا نستعمل طريقة الرز لوحده كده من غير مكسرات خالص اه اتمنى ان طريقة النهاردة تعجب حضراتكم وان شاء الله هتقدمه احلى رز بالخلطة بشكل جميل يفتح النفس وطعم هايل والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة